كورونا كانت مأثرة علينا جميل جدا لما الناس بدأت تحس ان الوضع بدأ يرجع مرة تانية والسياحة بدأت تعود مرة أخرى بقوا متعلقين بأمل ان احنا نرجع زي الأول وأحسن إن شاء الله عايز عرفوا حضرتك الأول رأيك ايه في تطورات اللي بتحصل الفترة دي من خلال قطاع السياحة في مصر وشايف السياحة عندنا دلوقتي يعني في وضع كويس ولا محتاجين أحسن من كده خلينا أقول الأول انه احنا بدأنا نحقق معدلات آآ يعني جيدة جيدة بالنسبة انه بعد سنتين آآ بنسميهم السنين عجاف آآ ما كناش متوقعين انه وانسن حنبدأ نبدأ بالضفق ده أو بالوفود الكبيرة دي آآ جديد بالذكر شرم الشيخ الغردقة كم من الوفود السياحية من جنسيات كتيرة بريطانية ألمانية آآ روسيا بدأت ترمي آآ أرقام وفيه تعاقدات بدأت تتم آآ لشركات كبرى عايزة أقول انه لأ بدأنا نحقق والأربعة فاصلة تسعة آآ آآ مليون سائح في النص الأول ده رقم جيد نقدر نقول احنا ماشينا على المعدل الجيد لكن بعد التوصيات اللي أصدرها الدكتور مصطفى مدبودي بتحقيق معدل معين من الأرباح وهو 30 مليار هنا احنا بنتقابل مع تارجة مختلف بنتقابل مع رؤية مختلفة الرؤية دي محتاجة مقاومات محتاجة أدوات نشتغل بها محتاجة فكر مختلف لأن احنا نهاردة بصين في حتة مختلفة الأول كنا بنتكلم عن سنة الزروة 2010 حققنا الأربعة عشر مليون وكان الإراد يقترب من الأربعة عشر مليار دولار ودي كانت أعلى نسبة تقريبا أرباح ووفوط سياحية اتحققت وكان ده التارجة اللي داي ببون احنا تخطينا أو قدنا تخطى سنة الزروة النهاردة احنا رايحين في حتة تانية خالص 30 مليار حيحطونا في حتة معينة لو هنتكلم عن الكام فاحنا نحتاج أن نتخطى لخمسة وعشرين مليون ساقح لو هنتكلم على الكيف يعني الساقح المعدة الإنفاقه عالي لو نتكلم على الأقل على الأقل سبعتاشر لعشرين مليون ساقح عشان نوصل للثلاثين مليار طيب انت ما عليش نريد سؤال يعني بعيدا طبعا عن كورونا وعن أزمة الاقتصادية الموجودة في العالم كله وعن كل الظروف الجديدة على العالم كله الفترة دي ممكن أعرف عدد السياح كانوا يجيجوا لمصر قبل عاملين الكورونا والاقتصاد وكل الكلام ده كان بليبقى متوسط كان مثلا بوسي احنا نقدر نمشيها كده من 17-18 ساقح طيب نتكلم 11-12-13 وفاصلة كذا يعني بنتكلم في الرنج ده كان فيه تساقو وعن الفكرة كان فيه تنبؤات احنا لولا سناتين الكورونا كان المفروض لتخطى ارقام لان كان فيه جهود مبزولة وما زالت الجهود دي مبزولة ومتطورة لازدياد الوفود السياحية فانا عادي اقول انه لا احنا كنا بدقين من طبعا سنين صعبة بعد الثورة 2013 الوضع الامني اللي كان عندنا برضو 3 سنين واربع سنين كانوا صعبين جدا على مصر من 2011 لحد 2015 تقريبا لما بدنا نستطيع خطة physics جميعنا قلق بعض الفيديو